اصدر حضرة صاحب الجلال الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعه الرئيس الفخري للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية أمر جلالته السامي بصرف المكرمة الرمضانية السنوية لجميع الأسر المنتسبة إلى المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لعام 2023 وذلك جريا على العادة السنوية أوجه جلالته المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية برئاسة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك الأعمال الإنسانية وشؤون الشباب بأن تتولى مهمة الإشراف ومتابعة صرف هذه المكرمة على الأيتام والأرامل المتسبين إلى المؤسسة وذلك استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك وبهذه المناسبة رفع سمو الشيخ ناصر بن حمد خالص الشكر والتقدير والعرفان إلى مقام حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه على هذه المكرمة السنوية التي تأتي ضمن الرعاية الأبوية الكبيرة التي يليها جلالته لأسر المؤسسة ليكون جلالته سندهم والدعم الأول لهم من جانبه قال سعادة الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بأن جلالة الملك المعظم يهتم ويحرص بأن يشارك أسر المؤسسة مختلف المناسبات ومنها شهر رمضان المبارك حيث يستفيد من هذه المكرمة جميع الأيتام والأرامل المسجلين للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية والذين يبلغ عددهم أكثر من 11 ألف يتيم وأرملة ترجمة نانسي قنقر